السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. طلاب السنوية العامة في فيديو نظام المراجعة او جدول المراجعة. اه الفيديو بتاعنا النهاردة عبارة عن التفاصيل كامة بتاعة نظام المراجعة خلال شهر اربعة وشهر خمسة. بالاضافة لبعض الاسئلة اللي انا بعتركوا بص على القناة تقولوا الاسئلة بتاعكم. فدول تقريبا اهم اربع اسئلة وصلونا وهي هنجاوب عليهم بازن الله وبعد كده نتكلم عن تفاصيل النظام الجدول بتاعنا بالزبط. المفترض هنراجع الفيزياء ازاي خلال الفترة اللي جاية والمفروض نعمل ايه بالزبط وايه للمفروض ما نعملوش وايه اهمية كل حاجة بنعملها ونعملها ازاي. اه نبدأ مع بعض كده ونسمي الله وياريت اي حد لسه مخلصش المنهج ما يوترش نفسه ما يريش نفسه. هو اه انت اتأخرت ده ماشي معروف بس الفكرة كلها ان التوتر والخوف بيخلوك ما تنجسش نفسك. وبيخلوك ما تصلحش الغلط. وبيخلوك ما تعملش حاجة اساسا. فانا اتأخرت خلاص احاول امشي اسرع باي طريقة من الطرق. سواء ان انت لو المدارس بتاعك لسه اصلا ريت مباطيء ونوي خلاص عشهر خمسة. وده ولط جدا. فتحاول الفيزياء الحديثة نكون تشوف شرحها على النيت او تاخدها اه لوحدك او تروح لمدارس تاني بيشرح في الفيزياء الحديثة وماشي سريعة شوية. يعني تحاول تتصرف فيها اه وما تمشيش متأخر بالطريقة دي بس تحاول تتحرك مش تحاول تخاف. تمام كده? فياريت اه اللي لسه ما خلص ما يتوترش. والمراجعة احنا اصلا نعرف هنبدأ امتى الوقتي? فما تقلقش ان شاء الله تلحق اه المراجعة وحتى لو مخلصتش فيزياء الحديثة بسيطة جدا ما تقلقش يعني انت لسه في تلت او اربع فصول. لأ هم بيخلصوا في مدة صغيرة فما تقلقش خالص منها. الحاجة التانية ونصيحة التانية للطلاب لسه مع خلصين الحديثة. انت خلصت الوقتي الحديثة ما ينفعش تسيب بقى الحديثة وتستنى لمراجعتها لان احنا على ما نوصل لمراجعة الحديثة قدامنا تقريبا شهر او حاجة فاكيدها تتنسى. والفيزياء الحديثة فيش علاج تطبيق اسئلة كتير. يعني محدش هتخيل ان هو لو حل تلات اربع مسائل على الفيزياء الحديثة كده ثبتت معاه. الفيزياء الحديثة اغلبها نظري. اغلبها محتاج فهم. واغلبها محتاج سبات للمعلومة اللي هو بمعنى اصح حفظ. فانت لازم تكون متذكر الفيزياء الحديثة كويس وما ينفعش تنساها. فكل يوم او اتنين او تلاتة ايام. يعني يومين في الاسبوع مسلا يوم تحل على الفاصل الخامس شوية يوم مع الفاصل التامن شوية. يوم تراجع السادس النظري بتاعه كله ويوم تحل على الاسئلة بتاعته ويوم تحل النظري بتاع السابع. وهكذا. ما تنساش وما تقولش ان هايسيبها بقى المراجعة. تمام كده? يلا بينا بقى عواضة نبدأ في نظام المراجعة وركز معاه في الحرف الواحد. ويا ريت نسمع الفيديو للاخر لان كالعادة المعتادة نخلص الفيديو من هنا ونلاقي في التعليقات اسئلة نفس الكلام اللي احنا يليه في الفيديو بالزبط. ده بليه مش منسمع الفيديو وهو موضيته تقريبا خمس دقيق مش هيطور عليك اكتر من كده باذن الله. اول حاجة هنبدأ امتى هنبدأ من يوم السابت الجاي. اللي هو المفترض تسعة اربعة. طيب اول سؤال قبل ما نبدأ. هو ده نظام المراجعة اللي انا هراجعه? ولا اللي انت المفروض هتراجعه? هو ده نظام المراجعة اللي انا هراجعه واللي المفروض انت هتراجعه. يعني معنى اصح لو انت راجعت معي هتراجع بالنظام ده. ولو انت هتراجع لوحدك او هتراجع مع المصر انت هتراجع معه. او انت بتاخد درس لوحدك فتقدر تخلي المصر بتاعك يمشي لك بنفس النظام ده. او تعرضه عليه حتى او اي مدرس يقدر يمشي بي. يعني هي الفكرة. انا وجهة نظري ان فيزياء المفترض تتراجع بالطريقة دي. تمام كده? فسوأ اترجعها لوحدك. اترجعها معي. اترجعها مع مدرس. فانت كده كده. الطريقة دي هي الافية ديك. بس طبعا انت كل واحد تقالي قناعات او كل واحد لي نظام اكيد مش كل البشر بيكونوا زي بعضهم بطريقة واحدة. فهنبدأ تسعة اربعة وهنبدأ هنقول طب كده متأخر في بعض الناس هتقول متأخر وفي بعض الناس هتقول لا ده بدري اوي لا هو لا هو متأخر ولا هو بدري اوي. هي البداية الصح للمراجعة بتكون في شهر اربعة. في في اولها اممكن اخرها. او في نصها. تمام كده? فالمتوسط تبدأ في اول اربعة او اول اربعة. احنا كنا نبدأ في اول اربعة. بس المتوقع تقريبا حسب الاخبار الحالية ان اللي بتحنا يكون تسعتاشر ستة فيبقى في قدامنا لسه فترة. وهي المراجعة تقريبا هم تاخد شهرين من شهرين شهرين وزيادة. وممكن يقل لحاجة بسيطة. بس طبعا الازياد افضل هنعرف ليه في الاخر. فقدامنا فترة كبيرة فقلنا نبدأ من تسعة اربعة. لسبب كمان الا وهو ان احنا هنبدأ في رمضان. يعني السبت الجاي رمضان. فمش هينفع اخلي دخل رمضان هي بداية المراجعة. فيبقى نظام جديد اصلا والسيستم بتاعك كله هيتشقلب. والنوم رايحين دخلين بدقين مراجعة فمش هنعرف نلتزم بنظام المراجعة. فهنخليها بالتاني اسبوع في رمضان اللي هو تسعة اربعة. يبقى انت عد عليك ستة ايام صيام او سبع ايام. فانت الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل خلاص اتعودت على جو الرمضان والدنيا ماشى معاك تمام. وبن اذن الله رمضان اساسا ما فيش في اي مشكلة اصلا في المذاكرة عشان ما حدش يخاف. وهيبقى اليكم فيديو ان شاء الله قريب عن الزاكر ازاي في رمضان. المهم هنخلص امتى? هنفضل قد ايه? ببساطة كده هنخلص يوم تسعة ستة اللي هو هيكون الخميس. تسعة ستة. يعني المعنى صح هنعد ستة وعشرين اسبوع. تمام كده? او مش ستة وعشرين اسبوع معلش ستة وعشرين حصة. هما تسعة اسابيع. والمفروض احنا شهرين بالزبط من تسعة اربعة لتسعة ستة شهرين فيهم تسعة اسابيع. التسعة اسابيع دول هناخد فيهم ستة وعشرين حصة. المفروض احنا بناخد كم حصة في الاسبوع تلت حصص. ومدة الحصة ساعتين. طيب كده? طيب تلت حصص المفترض في تسعة اسابيع بسبعة وعشرين حصة بس هيكون في منهم حصة ملغية اللي هي هتكون في العيد. فبالتالي في العيد هيبقى في حصة واحدة بس ملغية. متقوليش ليه ولا هي تلات ايام فاكيد هيبقى في حصة واحدة انا. مش هناخد اسبوع بقى احنا مش لسه في قولة ابتداء. فناخد حصة واحدة بس اجازة في العيد وهيكون التلات ايام بتوقع العيد بالنسبة لك اجازة. تمام كده? يعني احنا في اسبوع الايد هناخد يوم السبت بس ويوم الخميس بس. فعندك من الحد للاربع اجازة. بتقدر تاخد بقى في يوم يومين اجازة والباقي ده انت المفروض بتذاكر فيه. تمام كده? دي كده بالنسبة للتفاصيل اللي هي اللي بالزبط هنبدأ امتى والدقيه ومدة تقديره والكلام ده كله. معاد الحصة. آآ نسينا نكتبه معاد الحصة المفترض هيكون سبت. واتنين وخميس بعد صلاة التراويح. بالزبط اللي هو هيكون حاليا تسعة ونص. بالتقريب. ده في رمضان بعد رمضان هتكون كاملة تكون الساعة تسعة. يبقى معادنا الساعة تسعة ممكن نقول عليه ان هو الساعة تسعة. بس في رمضان هيكون بعد الصلاة التراويح يعني بعد الصلاة العاشرة بساعة ونص. تمام كده? فليش تقريبا حاليا سبعة ونص لتمانية. ساعة نص يبقى نبدأ الساعة تسعة ونص لمدة ساعتين يعني نتخلص حداشر ونص. ده كده بالنسبة للموعيد بتاعتنا. طيب اهم الاسئلة اللي بنتسأل فيها دايما قبل نزام المراجعة. هو المفترض. بحل كام كتاب في المراجعة. وهل المراجعة اصلا حل بس يا مستر ولا شرح? وده من ضمن الاسئلة اللي انا بقول لكم ان احنا مش بنسمع الفيديوهات اللي بتنزل على قناة بتركيز. لان احنا الفيديو اللي فات قلنا اهم اربع خطوات او هي المراجعة. بتتم على اربع خطوات. الاربع خطوات دول لو عملتهم يبقى انت كده راجعت صح. الحل خطوة واحدة منهم. فالحل ده عبره عن ربع المراجعة. تمام كده? فدي اجابة السؤال ده اصلا قلنا في الفيديو اللي فات. في فيديوين فاتوا. الفيديو الاولاني كان ازاي نلم الفيزياء في شهر ربعة وخمسة. ده في اربع خطوات المراجعة هنعيدهم تاني هنا على السريع. وهي كان فيه تاني اللي هو كان فيه تفاصيل الاشتراك. بس ده بره موضوعنا الوقتي. آآ السؤال التالت كان هل كتاب الامتحان كافي? وفيه بيقول الامتحان ونيوتن كافي ولا لأ? نبدأ بقى من البداية. عدد الكتب اللي نحلها كامل. ركز معايا كده ببساطة. الوقتي انت ايه اللي هيخليك تعرف تحل في الامتحان? انك حلت كتاب ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة? لا. ليه لا? بالدليل كنت انا قيله في فيديوهات قبل كده بس مش متذكر اسم الفيديو بصراحة ومش ما فيش وقت ان احنا ده قد نجيب الاسكرينات والكلام ده كله لتعليقات لزماني لكم في الدفعات اللي فاتت بعد الامتحان الطالب اللي قال والله العظيم انا حقلت خمس كتب من الجلدة للجلدة زي ما بيقولهم ما جاش منهم ولا سؤال. فكرة كلها في الحل. انت بتحل الفهم هل بتعرفت حل الكتاب لوحدك? هل لما بتخلص حل الكتاب مع المدرس? بتعرفت حل اي سؤال لوحدك? اي سؤال جديد مش اي سؤال انت حافزه. لأ. يبقى انت لو حليت خمسة وستين مليار الكتاب مش هتستفيد حاجة. ومش هتعرف تقفل المتحان. هتعرف تقفل المتحان امتا? لو انت عندك القدرة على حل اي سؤال. فان بقول اي? القدرة على حل اي سؤال. ونزود عليها اي سؤال جديد. يعني ايه اي سؤال جديد? يعني ما انفعش اقوم جايب لك انا سؤال الوقتي. اقول لك يالله شايف السؤال الصعب ده? اصعب سؤال جاء في البشرية. هم راح جايب لك اخوة اقول لك حلولي بقى. ايه ده ان انت شاطر بيت بتاعف تحل لها اصعب سؤال في البشرية. انت كده بتاعفش تحله. انت كده حفظت السؤال وانت رايح لازقها لي. انت كده بتاعفش تحل السؤال. والله مش بحبطك. بس انا بعرفك الحقيقة اللي بتحصل. فايه هي الحقيقة اللي مفهول انت تدور عليها? انك بتراجع في اربع خطوات. وهي في الاجابة على السؤال التاني. يبقى الاولان عشان ما تنساش عدد الكتب ما قلوش ايه ستين لازمة خالص. لو حليت كتاب واحد او اتنين او تلاتة. المهم انك تكون فاهم بتحل ازاي. المراجعة بقى بتكون حلة ولا شرح ده الاجابة اللي بتربط الاتنين ببعض. ان احنا قلنا في الفيديو اللي فات المراجعة اربع خطوات. مراجعة افكار المنهج الاساسية. وحطينا خمسة وستين الف خطة تحت الاساسية. قلنا يعني ايه الاساسية? يعني الحاجات البديهية. توصيل المقاومات على التوالي بيزود المقاومة وبنجمع وبحالة كزا بيبقى كزا. والتفاصيل اللي هي التافهة دي. عارف التفاصيل التافهة هي دي اللي بتجي في الامتحان والله. تمام كده? دي كده اول معلومة. التاني معلومة بعد ما بتراجع الاساسيات بتاعت المنهج بتراجع الاساسيات بتاعت مين? الاساسيات الرياضية والاساسيات الفيزيائية اللي بتساعدك في حل اي سؤال يعني الفيزياء ما هي الا عبارة عن طريقة حل طريقة حل استراتيجية كده عاملة زي الكورة بالزبط هل الكورة في كل مطش بتنزل تطبق اللي في المائك ولا هو حسب كل مطش بتشوف ايه اللي بيحصل وانت بتتأقلم معاه وبتقدر تتفاعل معاه والناصح هو اللي بيغلب صح كده مش ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل فلو انت ناصح يعني بذاكر الاساسيات بتاعت الكورة خلاص فهمها والاساسيات بتاعت الفيزياء نفس الفكرة بالزبط رقم اتنين عندك الاساسيات الرياضية يعني لو حصل مشكلة الوقتي في الاساس اللي انا كنت عارفه انا عارف مسلا ان شدة الطيار بتساوي كيو على تي يعني الطيار عكسي مع الزمن فلو الزمن زاد الطيار بيقل بس ما بنيجي نختار العلاقة بتاعتها بنختار ان الطيار سابت طب ليه لان فيه زرف بقول لي والله ده طيار مستمر سابت بمرور الزمن انما التاني ده كانت حالة تانية فان الواحد الدماغي بيتفكر ما هو مش عايلي ازاي القانون ده عكسي والقانون ده طردي تمام كده فدي فيها اساسيات رياضية وفيزيائية مع بعض بتسهل عليك الحل او معانا صح مش بتعرف تحل من غيرها فلازم تأكد على الاساسيات دي تاني الخطوة التالتة هي تجميعة الفصول مع بعضها وهي ان انت ما بيجي لك سؤال في المتحان وانت واش عارف هو ده فانهي فاصل يعني ايه يعني لو جيلك سؤال سلك مستقيم وطيار ومش عارف ايه وحدد اتجاه كزا هو ده فاصل تاني ولا تالت انا ما عرفش من اعرف من السياق السؤال فلازم تختبر نفسك في الرابط بين الفصول انك تحل اسئلة على الفصول مجمع على بعضها ورابع عنصر ده بقى مش انت بتعمله بتذكره لا ده حاجة بتخليها حاجة نفسية كده ان انت واحد ما بتخافش واحد ما بتتوترش واحنا بتقلقش من اللي حواليك واحد بيعرف اشتعل تحت اي ظرف عشان في الامتحان اكتر حاجة بتضيع كل الطلبة هي ظروف الامتحان وقت الامتحان دايق الامتحان صعب ولا سهل زميلك اللي بيقم عليهم والبعاية واللي بنتحروا واللي بيموتوا والاسعافات اللي برا والشرطة والشكل واللي قتل مين واللي ضرب مين والهيصة اللي برا دي كلها هتعرف تحل معها امتحان فيزياء ولا هتتوتر وتقعد عاية وتسيب الامتحان وبعد ما تطلع تكتشف ان الامتحان كان تافه ولو لكيست خمس دقيق بس تعرف تحل الامتحان ده اللي بحصل كل سنة ودول الاربع حاجات اللي احنا قلنا المفروض انك تعملهم لو انت عملتهم صدقني والله هتقفل الفيزياء وتبقى بالنسبة لك اسهل مادة اتفقنا على كده يبقى الفيزياء مش حل بس في المراجعة ولكن شرح لو بالنسبة لنا كمدرس هشرح لك يعني ولكن انت بالنسبة لك يطالب بتراجي افكار افكار المنهج وكمان بتحل عليها وكمان بتجمع الفصول ويبقى عندك تأهيل نفسي للالتزام بوقت للمتحان والتركيز في الامتحان يعني لما نيجي في الاخر لازم نحل الامتحان الخمسين سؤال نحله في ساعتين مثلا ومفروض دقته في الامتحان ثلاث ساعات بس احنا هنتعود على ساعتين نحل في يوم الخمسين سؤال تفقنا على كده ونحلهم بتركيز لو تعودت على كده خلاص انت بازن الله تعرف تأفل الامتحان تالت ورابع سؤال هل الامتحان كافي وهل الامتحان ونيوتون كافي ولا لأ وكان فيه برضو تعليق على الفيديو بتاع حل كتاب الامتحان اللي نازل على القناة من فترة هو انتم معركوش اللي كتاب الامتحان. يعني الفكرة كلها ان كتاب الامتحان ببقى نسبة او عدد الاخطاء فيه قليلة جدا بالاضافة ان هو كان قبل كده بيلتزم بافكار المنهج بالزبط. فبالتالي هو فيه كل الافكار بتاعت المنهج بالزبط. اللي ببقى شايف ان فيه كتاب تاني معين احسن من كتاب الامتحان او فيه هما في كل الكتب متقربة. يعني ما بفضرش كتاب عن كتاب. جير الامتحان لأولوياته او افضلوياته شوية. والباقي كله بيعتبر آآ مقارب لبعضه. الفكرة كلها في ايه ان انت بتشوف سؤال شكله جديد فتقول اهه كتاب ده جميل. هي الفكرة مش في السؤال شكله جديد. هو لو شكله جديد كتاب الامتحان فيه اسئلة جديدة والنيوتن فيه جديدة والوها في فيه جديد وفيه الدليل فيه جديد وفيه الشامل فيه جديد. كل الكتب فيها جديد. وكل الكتب نسبة الجديد فيها متقربة. يعني اللي بيزود بيزود عشر خمستاشر سؤال بالكتير او في الفصل. وكل الكتب زي بعضها. فيفيش حاجة اسمها الامتحان ليش معنا يعني. والامتحان بس كافي. ولا هامتحان بس كافي. مين اللي كافي جاوبتها في الاول. او تحل الكتاب واحد بس بفهم فانت تعرف تحل اي سؤال بعده. فانت كده تمام. زي الفل. لو حعلنا الامتحان بس هندخل الامتحان احنا متطمانين. او الامتحان يعني زي ما السؤال كان بيقول. اهم بقى حاجة في النصيحة الاخيرة اللي هنقولها قبل جدوى المراجعة بالزبط. النصيحة الاخيرة بتقول ان احنا مريجي في المراجعة دي احنا بنرجع حقا دي. احنا اتفقنا ان هما تسع اسابيع. قادي تسع اسابيع نعرف هنعمل في ايه? المفترض ان حضرتك لما تحضر الحصة وتراجع المحتوى بتاع الحصة. عايزك تحط في دمائك ان انا داخل حرب. يعني ايه داخل حرب? يعني انا الوقتي هسمع منك المعلومات. وبعد ما المسطر يقفل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت هتطلع في الحرب دي تحارب لوحدك. مش هتطلع تقعد تراجع للمسطر لسه الهولك الوقتي. المرض الشائع بتاع العصر اللي احنا فيه عصر عدم التركيز والعشوائية والتشتت بسبب ان احنا كل واحد بيفكر في خمسة وستين الف حاجة وهو قاعد في نفس الحصة. فيريت وانت قاعد في الحصة زي ما قاعد معي في الفيديو الوقتي دمائك ما يكونش اللي في محتوى الفيديو هنرجع الفيزياء ازاي في الشهرين الجايين. اصعب مادة في البشرية زي ما الناس بتقول. عايزين نعرف هنعمل معها ايه عشان تبقى اسهل مادة في البشرية زي ما الناس كلها ماش شايفة. تمام كده? فالعبرة بايه? نركز كويس او في الحصة. ونركز اكننا هنطلع من الحصة نخش الامتحان. مش هطلع من الحصة بقى يلا روح اشوفه والفصل الاول بترجع ازاي. وما احنا كنا بنعمل ايه في الحصة? وما احنا عادين ساعتين مع بعض بنعمل ايه في الحصة? شرحنا وحلينا. وانت طالع لسه عايز افكر والفصل الاول هراجعه ازاي? ليه? لانك قاعد مش مركز. فانت بتضيع وقتك. انا عايزك تستغل وقتك اكبر استغلال. تمام كده? اكتر تشبيه ليها. قلت لك اعتبر ان احنا هيبقى في حرب. وانا بقول لك اهو. هتطلع تعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى لازم تطلع تعمل ال واحد اتنين تلاتة ااربعة دول. واحنا بازن الله في المراجعة هنبقى اشدين عليكم قوي. قوي بمعنى قوي بمراء بأسناها الحصة. وبالمتحانات اللي هكبتون باكمة كلها حصة. يعني اللي مش هيبقى فيه مفر يعني الطالب اللي مش يحضر. او الطالب اللي مش هيحل واجبه. او الطالب اللي مش هيحل الامتحانة بعد الحصة. او الطالب اللي مش هيركز في الحصة. هنلجي اشتراكه ولا ليك فلوس ولا ليك حصة. ليه? لان انت مش ملتزم باللي انت بتعمله. تمام كده? ده طبعا مش عشان بننصب عليك في الفلوس. عشان بس نخلي عندك دم شوية. لان الناس ما بتجيش الا بالفلوس. ليه? ليه? لان الناس بتحس بالفلوس بس. انما ان احنا نقعد نشرح وانت تتعب نفسك. لا ما تقيبش نفسيا نقعد كده وخلاص باشا. وبعد ما الحصة تخلص بقى قاعد افكر او روح العب او روح بالنصحة دي. عشان والله يا دي اللي هتخلين ايه? نقفل الامتحان. والله بجد. طبعا بالاضافة الاربع خطوات اللي احنا قلنا عليهم. تعال بقى نشوف هنعمل ايه? في التسع اسابيع. ببساطة اللي احنا قلنا في الاجابة على السؤال رقم اتنين. ان المراجعة بتبقى حل بتبقى شرح وحل. فبنبدأ في اول اه اماس اسابيع او ستة اسابيع بمراجعة المنهج اول. فاول اسبوع احنا اتفقنا ان الاسبوع تلات حصص فاول اسبوع بنرجع فيه الفصل الاول. والفصل الاول ده بنرجعه فيه حصتين. الحصة الاولى والحصة التانية. الحصة التالتة دي بتكون اساسيات من الاساسيات اللي احنا آآ قلنا عليها. واساسيات اول اسبوع هتكون اساسيات العلاقات البيانية. لان هي من وجهة النظري اهم حاجة تقدر تعتمد عليها او اهم حاجة الامتحان هو اللي بيعتمد عليها. فلو انت عرفتها يبقى انت خلاص عرفت نظام الامتحان. آآ لدي الوقت برضو ما كنتش في حاضي ان انا جيب لكم امتحان السنة اللي فاتة تعريك وفيه كم سؤال بيعتمد على العلاقات البيانية. السنة اللي قبلها كم سؤال بيعتمد على العلاقات البيانية. سواء بطريقة ان هو بيجيب لك رسمة او بيجيب لك قانون وبتحل مسألة بس اعتمادا على علاقات من المتغيرات اللي هي الطرد والعكسي والكلام ده والنسب وهكذا. كل الامتحانة تلاقي نسب وطرد وعكسي وعلاقات بيانية ومعادلات بعيدا عن الجو العادي جدا بتاع الاسئلة بتاعتها القانون وعود ده. تمام كده? فده من ضمن اهم الحاجات اللي انت لازم تكون متعود عليها. وعشان كده اخدناها في اول فصل عشان نطبق عليها في بقية الفصول واحنا شغالين. آآ بعد كده لما نروح على الفصل التاني هنرجعه في الاسبوع التاني. ناخد الفصل التاني. وكالعادة في حصتين برضو. وبعدين هناخد اساسيات وحدات القياس. وحدات القياس فيها حاجتين. اللي هي التحويلات. اللي هي مسلا من ملي متر. ازاي تحاولها المتر وهكذا. والجزء التاني بتاع وحدات القياس وهو الوحدات المكافأة. يعني مسلا اللي هي الفاراض بيكافئ ايه مسلا? او وحدة معينة بتاعت مين? ده كده محتوى الاسبوع التاني هناخد فيه الفصل التاني. الاسبوع التالت هناخد فيه الفصل التالت اكيد يعني. وهي برضو هيكون في حصة او في حصتين. وهي الحصة التالتة هتكون آآ ربط الفصل التاني مع التالت لانه هم الفصلين المتشابهين جدا. المختلفين جدا. المهمين جدا. تاني كده. متشابهين في نفس النظام ونفس المواضيع. مختلفين ان هم عكس بعض. ومهمين جدا لان الفصلين دول مع بعض تقريبا بيمثلوا تلاتين في المية من الامتحان. تقريبا تمام كده? فالفصلين دول مهمين جدا. مش معنى كده ان الباية كله مش مهم. بقول لك دول تلاتين في المية. يعني نسبة قليلة في الامتحان. ولكن ان هي تكون متركزة في موضوع معين. فده معناها ان هي مهمة جدا وبييجي عليها اسئلة كتير. آآ وبعد كده هنروح للاسبوع الرابع وده اللي هيكون في العيد. فيا دو بناخد في الفصل الرابع. ويه الفصل الرابع ده بناخده في حصة واحدة. والحصة التانية بتكون اساسيات عامة لحل المسائل. مش حل المسائل بس حل المسائل والاسئلة. اللي هي المسائل والنظري بمعنى اصح. تمام كده? طبعا حد يقول لي يعني او النظري ده اللي هو المقالي احنا قلنا قبل كده مليار مرة ما فيش علاقة ما بين طريقة الامتحان ومحتوى الامتحان. طريقة الامتحان الاختياري او مقالي ما لناش اي علاقة به كل اللي هنا علاقة به الاسئلة. المقالي الاسئلة اللي هي المسائل والنظري. نظري ومسائل كده كده بيجي لك في الامتحان سواء نظري اه مقالي او اختيار. تمام كده? فاحنا مليش زعوا الامتحان الاختياري ولا مقالي. في خلال الفترة اللي احنا فيها في الاربع فصول دول. فاي وقت من الاوقات اي اسمه من الاسابيع دي هنلاقي فجأة فيه امتحان تجريبي اه عن اه امتحان تجريبي معناها امتحان مشابه الامتحان اخر السنة. هنتكلم عنه بعد كده. لما ينزل اعطول هقول لك ايه اهميته و هنحله ان شاء الله كده على القناة. بس الفكرة كلها في ايه? الامتحان التجريبي ده هو نموذج شبه امتحان اخر السنة بالزبط. بالزبط بمعنى بالزبط. يعني شبه امتحان اخر السنة. تمام كده? يعني لكنه بالزبط كده مسلا ايه? اه جايب لك انا امتحانين بحلم انهم واحد الوقتي تجريبي والتاني ده اللي هتمتحانه في اخر السنة. الامتحانين شبه بعض. مش معناها نفس الاسئلة ولا نفس الارقام ولا نفس الافكار ولا اي حاجة. لا معناها نفس المستوى. نفس عدد الاسئلة. نفس طريقة الامتحان. نفس الافكار المتركز عليها. تمام كده? ده اللي بحصل في الامتحان وجنائا عليه. اه يا ريت يعني افضل يبقى حظنا حال. ولو الامتحان ده نزل بعد الاسبوع السادس. بس اتوقع ينزل قبله. لو نزل بعد الاسبوع السادس فده هيكون بالنسبة لنا خير وبارقة جدا. لان احنا عما نخلص. يكون احنا خلاص ريانا المنهج. فنختبر نفسنا فعليا في امتحان مشابه الامتحان اخر السنة. واللي هيقفل الامتحان ده. اوعده بازن الله ان هو هيقدر يقفل الامتحان اخر السنة. واللي مش هيقفله وهيجيب في درجة وحشة. هيكون لسه قدامه فرصة لان احنا قدامنا يعني هو ينزل في خلال من المتابقة يعني من الاسبوع الرابع او الثالث لواية السادس في خلال الفترة. فيبقى قدامك تلات اسابيع تقدر تأمل فيهم وتصلح فيهم العيوب والكسور والمشاكل اللي عندك في اللي انت بتعرفها نتيجة الامتحان ده. بعد كده لما نيجي للاسبوع الخامس هناخد الفصل الخامس. الفصل الخامس هناخده في حسطين. وبعد كده ناخد الفصل السادس في الحصة التالتة. الاسبوع اللي بعده هناخد السابع في حصة وبعد كده التامن فيه التانية والتالتة. يبقى كده خلصنا المنهج. المفترض واحنا بنقول في فيديو المراجعة اللي فات ان احنا بنراجع فصول. بعد كده بنحل امتحانات مجمع. فالاسبوع اللي بعد كده بنحل امتحان واحد حديثة. وامتحان تاني كهربية. وامتحان تالت شامل. طبعا عندنا تلت حصص فكل حصة يكون فيها امتحان من دول. بعد كده في الاسبوع التامن بنحل امتحانات رسمية. واللي هي هتكون امتحانات عشرين واحد وعشرين. زائد التجريبي. متاع مين? بتاع السنة دي. الاسبوع الاخير بيكون حل امتحانات شاملة. واحنا طبعا في التلات حصص فهنحل تلات امتحانات وبيكون لك تلات امتحانات واجب. والتصفح بتاعهم بيجيلك هيكون فيديو محلول. بس برضو بعد اما انت هتحله اول وبتختبر نفسك فيه. ده كده التسع اسابيع اللي احنا نحل فيهم. طيب لو امتحان اتأخر عن تسعتاشر احنا مفروض قلنا اخيرا تسعة. طب لو انا طالب لسه مش متمكن او من الفيزياء عادي هتزاود لك اسبوع كمان لغاية ما توصل لغاية يوم خمستاشر اربعتاشر. يعني قبل امتحان العربي مثلا او اول مادة قبلها تلات اربع ايام كده تبطل الفيزياء. بس انت قدامك تزود على التسع اسابيع دول والستة وعشرين حصة دول. قدامك تبدأ بدري عندهم. لو انت هتبدأ لوحدك ان اخرق شوية اسبوع عشان رمضان. وعلشان الطلبة لسه ما خلصتش. ده كده بالنسبة للجدول بتاع المراجعة. وبالنسبة للنظام المراجعة. وبالنسبة للاسالة بتاعتكم. اخر حاجة بقى بالنسبة للكورس بتاعنا. وهو الحصة بتكون ايه? الحصة اللي هي الساعتين دي بتكون على زوم. يعني بتكون يعني بتكون بس مباشر. يعني زي ما انت تسامع شايفني كده في الفيديو بالزبط على نفس الصبورة دي ونفس الكاميرا دي كده هتبقى عايد حاضر في الحصة وتقدر تسأل وتجاوب على سالة انا مسألها في الحصة. تمام كده? اه الحصة اللي بيحضرها هو الشهر بتاعه بيكون بمتين وخمسين جنيه. انما الطالب اللي مش عايز يحضر حصة مش عايز يتفاعل وعايز بس ياخد الحصة متسجلة. بعدها ما احنا بخلصنا الحصة بتنزل مسجلة. فلو انت عايز تاخدها مسجلة من يال ما تحضر فبيتخصم منها خمسين جنيه بتدفع متين جنيه بس في الشهر. ده كده بالنسبة لإيه? اللايف والمسجلة هو نفس المحتوى هي نفس الحصة نفس النظام بالزبط ولكن قلنا الفعل ان انت لو هتحضر بتبقى متين وخمسين ده مش هتحضر هتبقى متين. بس ده طبعا قبل الخصم فيه خصم خمسين جنيه على النظام ده والنظام ده للطالب اللي هيشترك في اول مية طالب. بعد كده هترجع الاسعار زي ما هي. ده كده بالنسبة لإيه? لنظام بتاع الحصة. طب الحصة بتنزل فين? والله احنا قلنا الحصة بس مواشر بتبقى على زوم. لو انت مش عارف زوم احنا بنعرفك كل حاجة. يعني هو الاشتراك. مفترض احنا نبدأ تسعة اربعة. اخر معدل الاشتراك بيكون فاوض اربعة. حيث انت بتدخل وعما تبعد بياناتك وعما نعرفك التفاصيل وتعرف البرنامج ده بتستخدم ازاي? والفيديوهات المسجلة بيجي لك ازاي? والامتحانات بيجي لك ازاي? والنظام اللي انت هتشتغل به فالمفترض بتاخد لك تلات اربع ايام على ما تتعود على النظام. فياريت الناس اللي هتجي تشترك يوم تمانية اربعة الساعة اتنشر بالليل اللي هم بيشتركوا قبل لحظة البداية دي. ما انتش هتحضر اول حصة لان انت صعب تحضر اول حصة. حصة الاولية السبت قبلها الجمعة اجازة والخميس لو اشتركت برضو الخميس هيكون صعب انك تدخل على طول. يعني اخرك الاربع اللي هو هيكون ستة او سبع اربعة. تمام كده? اه ده كده بالنسبة للنظام. طيب تاني حاجة بالنسبة للكتب الخارجية. الكتب الخارجية اللي احنا هنحله في كتاب الامتحان. ده اللي احنا بنحله على القناة مجاني. وهيبقى في كتاب نيوتن هو اللي هيكون الاساسي في حل المراجعة اه في اثناء الحصص. يعني احنا مثلا ما نرجع افكار الفصل الاول. هنحل عليه منين من كتاب نيوتن. ليه? لانه ماشي على النظام بتاعنا اللي هو ايه? الفصل احنا ناخده على حصتين. فهو مقسم الفصل على حصتين. في امتحان على النص الاولاني. وامتحان على النص التاني. تمام كده? وبعد كده في امتحان شامل ده هيكون واجب بتاعك. وهكذا ما ندخل على الفصل التاني. مقسمه جزئين. فاحنا نحل جزئين في الحصة. والامتحان الشامل هيكون ده الواجب بتاعك. وهكذا وما نيجي في الاخر برضو امتحانات عشرين واحد وعشرين هي اللي موجودة. وفيه امتحانات من الكتاب نفسه موجودة. وفيه امتحانات الحديثة وكهربية موجودة. فتقريبا نفس اللي احنا عاملينه هو نفس اللي موجود آآ في الكتاب. آآ المفترض ان فيه كتاب تالت بيكون موجود معنا بس سواء لسه في انتظار ان الكتاب الوافي انزل لان هو السنة اللي فاتت هو اللي كنا نحله. فلما اكتاب الوافي انزل وانقارنه ببقية الكتب اللي موجودة برضو نقدر نختارها نحل من فيهم. بس ده يكون اضافي. يعني ممكن اه وممكن لا. يعني الاساسي بتاعنا هو النظام اللي احنا اتكلمنا فيه. والكتاب اللي هيكون معنا اسمها الشرحة هو نوتن. واللي على القناة كتاب الامتحان. آآ تنبيه بس بسيط. وهو ان مش معنا ان كتاب الامتحان هو اللي بينزل على القناة ان احنا بننزل الحاجة الوحشة اللي عندنا على القناة. تمام كده? عشان الناس واخدة خلاص الامتحان ده الكتاب الشائع. فاي كتاب بغيره هيكون هو اللي حاله. فهو يحطه في المحتوى الخاص. لا الفكرة نكتاب الامتحان هو الاكثر انتشارا. يعني انا الكتب التانية بتعب على ما بيوصل لها. يعني انا نفسي كان ادرس ما بعرفش اوصل لكتب التانية. ففيين طلبة كتير ما بتوصل لكتب التانية. اما كتاب الامتحان موجود في اي مكان اي حد بيعرف يوصل له. فالفكرة نكتاب الامتحان اكثر انتشارا. وبالاضافة ان احنا احنا قلنا ان ما فيش فيه اخطاء كتير ما فيش فيه افكار برا منهج كتير يعني هو مستوى الاسئلة اللي هي بتيجي في المنهج والحاجة اللي هنلاحظها بقى لما نيجي فيه الاسبوع الثامن منحل الامتحانات عشرين واحد وعشرين صدقوني اجلابك ويتصدم ولما انتم بسيتوا على الامتحانات الوقتي بصوا كده على الامتحان بس انت لو مش فاكر هتحس ان الامتحان صعب بس لو ركزت هتلاقي الامتحان كله افكاره تفهب معنى الكلمة يعني الافكار المعقادة الخزعبلية اللي انت عملت تقول احنا عايزين افكار خزعبلية جديدة مش موجودة في المنهج اصلا الامتحان بيجي من مريك عالشائعات ان انت بتسمعها قبل كده صدقني والله ما في ولا سؤال بيجي في الامتحان من بره المنهج نهائي 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 تمام كده اه بس كده اتمنى ان يكون الفيديو فاتكم واتمنى ان انتو تلتزموا باللي انتو سمعتوه لان كل كلمة انت سمعتها هتكون اه عليك فانت لازم تاخد بالك ان كل الكلمة دي كانت تعتبر رسالة ليك انك لازم تلتزم بالكلام اللي احنا قلنا ده مش تلتزم بيه حرفيا اكيد كل واحد بيبقى لي نظامه واحد ما بعفش يزاكر ساعتين على بعض في ناس ما تحبش زوم مسلا فتاخد مسجل في ناس ما تحبش اصلا تشترك اونلاين فهتبقى متطور انك تروح لدرس وهتلاقيه بيعمل نظام تاني فانت تحاول مع نفسك تستم نفسك على النظام ده بالاضافة للنظام الدرس بتاعك وفي ناس اللي بتاخد لا اونلاين ولا درس فتقدر تعمل النظام ده لوحدك ممكن بقى تلتزم بيه كامل على بعضه مش هيبقى في حد بيتدخل معك في الموضوع ده اتمنى يكون الفيديو فاتكم واتمنى تشاركوا الفيديو مع زميلكم واتمنى ان كل اللي سمع الفيديو ده يطبق اللي فيه وما يبقاش قدامه اي مشكلة ويبا ازن الله يكون من الناس اللي هتقفل الامتحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته